اشتركوا في القناة من اليوم الثاني احنا بالليل يالله مشهور من هناك اليوم وصلت المذكرات والمحكمة تطلع عليهم اليوم الثاني انا قدمتها نعم واجعوا لي اياها بعدما صوروا الي النسخ اللي احتاجها قلت لهم النسخ اللي تحتاجها انتوخلوها وعندي معنى بس عندي وصلت المذكرات وهذه اقوى تريد السجل عليهم لكن لكي تتمسك بيها تحقق كيف لا تطلع على المذكرات صلى الله من المقدمين على هيئات التحقيق وكيف تظهر في المحكمة قبل ان تطلع على ماذا جرى في هيئات التحقيق المذكرات اللي تقدم الى المحكمة تطلع عليها وستجيب عليها وماذا عن هيئات التحقيق الان استطاعت المحكمة ان تبدأ من لك هذا ليس موضوع بحثنا الان ام تبدأ موضوع بحث مع الشاهد ام تبدأ تأسيسا على هيئات التحقيق فالمحكمة تضطر ان نعبر هذا ان قابعك لا ما عندك اسئلة نعبر نعبر هذا الموضوع تشوف هذا المكتوب في ايد صدام حسين تغضى النظر عن العناوين في المعاني الانسانية عندي هذا الرجل او ايه عراقي 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 كردي عربي من كربلة من تكريت بس عراقي قلبا ودما وروحا وموقف في وزنه الانساني يساوي عندي صدام حسين رئيس دولة امه رئيس دولة انا هيج خطأ صواب ما نحن فيه لكن يجوز صدام حسين يعترض على ان يدخل القرآن الكريم لانه تصف و ويعترض عليه ان يدخل اي ورقاء قلم لكن لهذا الرجل يسمح له بفايلات التذكر ليفتن سمح لك سيفتن ما يريد ان يكون ما سمح لك الاوراق ان تجلبها معك وقيل انها بعمر من الرئيس الكم لا لا المحكمة تطلع على المذكرات وبإمكانك ان تجلب معك اوراقك ما مسموح بك قانونا ايه ما يخالف قانونا اشياء تطرق اليها اشياء تطرق اليها في دفاعك لكن نحن بصدد حالة نحن بصدد حالة محددة الشاهد او المشتكي هو تكلم عن موضوع ما اذا عندك سؤال معين محدد حتى نوجهه نعم اواجه محدد اواجه محدد ويعسفني انا اواجه واحد من ابنائي وانا اكشوه لكن مو من اجل انا هايرت اكشوه مو من اجل ناقشو من اجل الحراق من اجل رأيه العام وطهين مجال نعم نحن امام قضية جنائية اه سنظر عن اي شيء وانا اقدمتكم فلاتين زينة نحن امام قضية جنائية اذا عندك اسئلة او مداخلة في ف 좋을 طهين مجال طهين مجال لا تقاطعني عن نفسي انا دافع عنكم يسمح له يدخل فائلات لكن صدام حسين يكتب الاشيء اللي يريد يذكره حتى يوصله للقضاء على يده ما اعطيتوه الاوراق وقلت لهم ليش ما تعطوه باوراق مثل صدام حسين هنا يجيب هوية صدام حسين يعطيتوه اوراق ايه اعطاني اوراق بعد ان طلبتها لكن هو هذا الموقف هذا التساوي وهذه هي العدالة المتهم عدم لا يحتاج اي منصور في الدولة ما يسوى الخضوع سيادة القاضي اريدكم رماح وسيوف بوجه الاعداء فهذا الرجل ما ادريش انهى الظروف اللي وغطات عليها ربما الحوادث اللي تفضلها بالنسبة لأوراق لا تفضلها لحظة لا تفضلها لحظة لحظة لا تفضلها لحظة له الظروف ضبما اللي ضغطت عليه فيه عوائله جعلته في وضع نفسي خاص فمن اجل رعايته الصحية طالب بفحصه من جهة مستقلة مو من جهة تقاسم العراق فينامه وفي المينة العراق من جهة مستقلة فإن كان في وضع يحتاج رعاية ارعوه وإن كان في وضع يحتاج رعاية وإن كان محق منصفوه ذكر أن صدام حسين راح إلى مقر الفرق الحزبية هاي همه دفاعا عن صدام حسين لأنه إذا يسمع الرأي العام هو هذا الإعداد تمثيلي لكي يسمع الرأي العام ويشوش مثل ما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر